سؤال واحد صغير هو الميبو مأثر معنا في ايه؟ يعني قلولي الميبو مأثر معنا في ايه؟ أصلي كده غلط ماينفعش يعني ليه كل محده مثلا يتلسع يتحرق لقدر الله يعني أي حاجة لا ساعة حرقة وقفين في المبخ في البيت أي كان يعني السبب ليه بقى بنعمل شوية حاجات كلها غلط كلها غلط وهتزود يعني هتزود وهتدرنا ألا وهي تروح تحط معجون سنان على ايدك بيض ملح زيت ايه يا جماعة ده في ايه؟ احنا مصرين معكو في ايه؟ يعني احنا كسياد لما بنعملش مراهم وكريمات وحاجات؟ لا بنعمل لا نركز بقى في ميبو ده أشهر حاجة موجودة للحروق كلنا نخلي عندنا في البيت واحد بس كده أمبول من الميبو ده محدود في البيت خلاص يعني قدر الله بنحط ايدينا مثلا تحت المية علشان يبقى بس تحت مية جرية كده لمدة مثلا دقيتين تلاتة وبعدين بندهن طبقه من الميبو خلاص كده تبقى تمامه زي الفل وما فيش اي حاجة فيه انواع كتير طبعا فيه حروق درجة اوله وتانية وتالتة بتعتمد بقى على مدى الحر انه دخل مثلا في طبقات الجلد مثلا زي الإبيدرمس والديرمس وهكذا ده نخليه بقى فيديو تانش والله نتكلم عنه بس نخلي بقى الميبو مؤثرش معانا في حاجة تمام؟ افتخار